سائل آخر الشيخ صالح يقول عرف عن بعض السلف استحباب النظر في المصحف والقراءة منه حيث أنه أدعى للتفكر والتدبر هل مثل ذلك النظر في آيات القرآن عبر جهاز الجوال والقراءة منه أو المصحف خصوصا؟ أولا هذا يختلف اختلاف الناس فمن كانت القراءة في المصحف أسهل عليه يقرأ في المصحف وإن كانت القراءة عن ظهر قلب أسهل عليه يقرأ عن ظهر قلب هذا يختلف اختلاف الناس وأما النظر في الكتابة القرآن سواء في المصحف أو في اللوح أو في الجهاز لا بس كله سواء نعم شكرا